البيان رقم 14 التي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة صبيحة هذا اليوم لتؤكد أن المسيرة مستمرة وأن المعركة مستمرة وأيضا الإنجازات مستمرة باستطلاع سريع لما جاء في بيان المتحدث العذكاري اليوم بيتحدث عن ملحامة وطنية لضحر قوات شر والارهاب والقضاء على البؤر والقضاء على جزور هذه البؤر الارهابية أشد ما لفت انتباهنا في هذا البيان أنه تم القضاء على عشرة عناصر تكفرية وتم القبضة على عدد 245 فرد من العناصر المشتهد بهم أرقام 245 و10 تم تصفيتهم عن 255 أرقام مهولة من الإنجازات وده إنتاج العمليات العسكرية أيضا تدمير 145 ملجأ ووكر ومخزن بالمناطق الجبلية الوعرة وليستطاع الجيش أنه يدخلها ربما لأول مرة التشكيلات التعبوية والشرطية المدنية بيتنظم دوريات مشتركة بعرض 609 كمين ودورية أمنية على طرق المحاورة وإستكمال أعمال التمشيط لمناطق الزهير الصحراوي اللي دايما بيجي منها العمليات الإرهابية البيان الـ 14 بيمثل خطوة إلى الأمام بيمثل أيضا مجموعة من الأهداف المحرزة في أقول لم يعد هناك شباك كما قلنا للعدو للإرهاب وإنما بات الإرهاب منزعجا وبات مدهورا ولم يعد أمام الإرهابيين إلا القام بعملات تفجيرية كما قلنا من قبل وقامت القوات المزلحة بإبطال مفعول أكثر من محاولة لتفجير هؤلاء لأنفسهم في مناطق تمركز بعض القوات أو بعض الآليات العسكرية الإعلام الإرهابي وما يخرج عنه بيؤكد وبيبرهن على نجاح العملية العسكرية اللي بيقوم بها الجيش المصري وفي ظهره ومعه الشرطة المصرية على مدار كل الأيام الماضية 14 بيان لو إحنا وضعناهم بجوار بعضهم البعض وقرأنا مفردات هذه البيانات وجمعنا الأرقام وجمعنا الآليات اللي تم ضبطها والإرهابين الذين تم تصفيتهم والذين تم توقفهم أنا في تصوري أنه هتجد الزخيرة والحصيلة يعني مفرحة للغاية لأنه على مدار الفترات الماضية كنا نواجه مواجهات ربما جزئية ربما مواجهات هنا أو هناك لكن هذه المرة عملية عسكرية شاملة وناجزة ومنهية والدليل أن احنا كل يوم بنقرأ هذه البيانات احنا في وصلنا إلى مرحلة تصفية اللي باقي تصفية تصفية العناصر الإرهابية أو ما بقى من فلول العمليات الإرهابية تصفية العناصر الإرهابية ما بقي تصفية العناصر ano